تحية طيبة لكل الصديقات والأصدقائينا مع كانوا ورحب بكم أصدقائي وهلن وسهلا بكم إلى هذا الفيديو الجديد وضمن سلسلة خاصة بالعملاق الفنان الأستاذ أبو بكر سالم الله يرحمه مع زننا مستمرين ورغم هذه الحلقات لكن إن شاء الله سيكون هناك حلقات أخرى أو فيديوهات أخرى لفنانين آخرين تدخل في هذه السلسلة يعني لا تقطع السلسلة وإنما تأجل حلقة أو فيديو من هذه الفيديوهات حتى يكون هناك تنويع في البرامج أو المحتويات أو الفيديوهات حاليا نحن في مرحلة القصائد وهي مرحلة مهمة خاصة أنه الفنان الأستاذ أبو بكر سالم الله يرحمه تناول قصيدة مهمة لشاعر مهم جدا شاعر حداثوي شاعر مجدد شاعر كان إلى بصمة في الأدب الحديث والشعر الحديث والتحول من الطرق الكلاسيكية في الشعر إلى الشعر الحديث رغم سن الصغير يعني توفى وهو في عمر تقريبا 28 سنة إلا أنه حقق إنجازات كبيرة في الإسلوب الذي طرحه من خلال الدواوين الكثيرة التي جادت قريحته رغم صغر سنه وأفادنا وأمتعنا ألا وهو التونسي العظيم أبو القاسم الشابي وخلال عمري القصير الذي لم يتجاوز 28 سنة تقريبا توفى لكنه أحدث تغييرا كبيرا فتعامل العملاق أبو بكر سالم مع هذا العملاق في قصيدة ببصمة أبو بكر سالم وباللون العدني وبتلحين ذكي جدا وبتعبيرات لحنية وموسيقية وأدائية تكشف لنا فحوى هذه القصيدة ومعاناة هذا الشاعر وطموحه أو تفاؤله بالمستقبل للأجيال القادمة رغم آلامه ومرضه ترجمها الأستاذ أبو بكر سالم بشكل ناصع وواضح جدا في شعره إذن خلونا نشوف بعد الفاصل ونسمع ونحلل تفضلوا أهلا ومرحبا بيكم صديقاتي وأصدقائي مرة أخرى عندما نسمع هذه القصيدة بلحن وصوت الأستاذ الفنان أبو بكر سالم الله يرحمه قبل كل شيء تشعر بالانتماء للأرض يسحبك إلى الأرض بالمناسبة أنا لست متحيز للأستاذ أبو بكر سالم لأني أحبه فقط أنا أحبه طبعا لكن أنا أقول الحقيقة يعني ربما رح تلقون أقول هذا الكلام في حق فنانين آخرين يستحقون يعني هناك عمالقة في الوطن العربي لكن ابتدأت مع الأستاذ أبو بكر سالم لكثرة محبتي لليمن ولكثرة مراسلات الأخوة اليمنيين وحبي له منذ الطفولة من أول أغنية سمعتها تعلق قلبي في هذا الأداء الرائع لهذا الفنان الكبير وهذا الأسلوب الغريب النادر الوجود في الوطن العربي وربما في مساحات كثيرة من هذا العالم المهم يسحبك هذا الأسلوب يسحبك إلى الأرض مباشرة رأسا تنتمي أو تشعر بالانتماء إلى الأرض يفصلك عن واقعك أنت الموجود وهذه أول ميزة عندما تسمع هذه القصيدة من بداية المقدمة الموسيقية المقدمة الموسيقية التي تشعر فيها خطوات تعبيرية أو دقات قلب بالمناسبة لا أعرف إذا كان الأستاذ أبو بكر سالم متقصد في هذا الموضوع أو لا وأنا أعتقد أنه متقصد لأنه هو الرجل كان شاعر وعندما يقرأ الشعر يفهم جيدا إضافة إلى أنه أكيد لما يتأثر أو شاعر يقرأ لشاعر آخر أو متذوق للشعر يقرأ لشاعر آخر في تلك المرحلة المهمة التي كان أبو القاسم الشابي قائد فكر كبير أكيد اطلع على حياته وعلم أنه توفي بالتضخم في القلب فتسمع المقدمة هي عبارة كأنما دقات قلب دقات قلب مع دقات القلب يدخل آهات وهذه الآهات بأصوات نسائية دقات قلب مع آهات ألم ثم يدخل في اسكنية جراح يعني دقات قلب تم 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 ثم آه 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 ثم يدخل بعد الآهات ماذا سيقول للآهات ودقات القلب المتضخم اسكنية جراح الأغنية على مقام البيات على درجة الدوغاء والري ليس منضبط جدا فكرت أنه ربما يكون التسجيل أحيانا بفارق زمني فيفرق بعض التونات نتيجة الحرارة استوانة أو الشرائط تأخذ وتعطي في المد في عملية التمدد والتقلص من الحرارة والبرودة والرطوبة لكن صوت الأستاذ أبو بكر سالم هو صحيح بعدين رجحت أنه يمكن أثناء دوزان الآلات الموسيقية لم يكن ربما معدهم آلات ثابتة النصب مثل البيانو أو مثلا في الستوديو اللي يسجلوا أو مثلا الكيبورد أو الأورغن فكانوا يستخدمون الشوكة الرنانة شوكة على نغمة الدو أو على نغمة الصول يضربوها ويسمعوا التون مثل الشوكة هي شوكة رنانة فربما في وقتها الدوزان كان منخفف قليلا أو فارق عن الريء الأصدية لذا هي ليست ريء مضبوطة 100% لكن هذا لم يمنع جمال الأغنية إذن خلي نسمع دقات القلب وآهات أبو بكر عفوا آهات أبو قاسم الشابي اللي هي بصوت الكورس النسائي ثم حال لسان أبو القاسم الشابي ويقول لجراحه اسكني لكن بصوت ولحن أبو بكر سالم اتفضلوا خلنسمع شيئا فشيئا اشتركوا في القناة